فالإنسان حينما من اللي كي يجي عندك ويجي لبيت الله وفرحان بالعكس أخصك تحتاض نوت فرح به من اللي كي يجي لبيت الله ويصلي مزيان ما نقولش لي الله كتصليها في رمضان صالتك ما كيناش ولا صايم الله اللي جاء وصيد ربي يفرحوا بعبده إذا جاء إليه وأنتم تعلمون أن الشيطين تسفد في رمضان فالناس من اللي كي يجيوا في رمضان ويتسنتوا ومن قال هذك المخلوق تكون هذك سبب التوبة يلوبقى دائما فإحنا دائما نتقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بشيره ولا تنفيره يسيره ولا تعسيره اللي كي يصلي في رمضان مرحبا بي وقدر يصلي في رمضان والله تبرك وتعالى يجعلها توبة ولا ما تساجد في هذا النهار ولا ما توفي في رمضان وأنتم تعلمون أن خير أيام العبد أواخرها كما جاء في العديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل خير أيام ولكن ختم الله عليه بالخير إذن الإنسان لا ينبغي له أن ينفر أحدا ولا يطرد التائب ولا نشككه في النوايا أنت قد تصلي في رمضان وما تبقى تصلي هذا كلام خطار شوية ولم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفرحه ويقبل على كل من جاء للصلاة وجاء تائبا فمن شكوش في النية دي يقوله واش غادي يصلي فرمضان وأنا غيقطعها بعد رمضان فهو رمضان شهر المغفرة وشهر التوبة وقع اللي جاء لضيافة الرحمن فأهلا وسهلا به الله تبارك وتعالى كيتوب عليه ويغفر له ويتجاوز عنه وحنا الحديد نخص نجيبه الناس والخليل إبراهيم شي مراجع عنده شيء كبير فطلب الطعام فأطعمه فلما أكل نصف الصحم النص قال لها على أي دين أنت أشكت عبد؟ قال لي أنا كان عبد النار ويقلع لي هذا الأكل يقول قلع لي ذلك الماكلة قال لي أنت أكد عبد النار وتأكل معي فطبس يجرع لي فإذا بالأمين جبريل ينزل ويقول يا خليل الله يا نبي الله السلام يقرأك السلام ويقول لك لماذا طردت هذا الرجل كان يقول الله لك كان يعبد غيري وكنت أطعمه وكنت أطعمه فكيف طردته في لقمة واحدة أنا سبعين عام وكي عبد غيري وكنت أطعمه هو يمشي يجريل خليل إبراهيم مجابو قال لي تعالى يا من عاتبني ربي فيه قال لي أربك يعرفني؟ قال لي الله تعالى عاتبني من ليه؟ فقال أشهد أن لا إله إلا وأنك خليل الله فقال نص ديال التبصيل ذات الصحن لول كافر والنص لأخر أسلم كانوا مسلم كمل لك الماكلة الأخرى هو مسلم إذن وهذه من الحكمة إذن نحن في دعواتنا للناس ونتكلمهم عن الناس دائما نفرحه قال لي شفتي يجال بيت الله وكي يصلي في رمضان فهذا الخير في أمة محمدين حتى تقوم الساعة نحاول نكونوا من المبشيرين وما نكونوا من المنفرين وإحنا اللي كان نقول للناس رسالته وماشي مقبولة رغض يصليع في رمضان وإحنا قطعتي الواد ونش فرج ليك أنت سماسافي وصلتي رأى الأمور لي أعطانا سيدير بديا المعقول اللي خصد تكون والبنود ستة اللي أعطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أضمنوا لستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة وهو الدين ماشي غير تديون الدين هو على الدرجات الدين هو المعاملات الدين الأخلاق الطيبة الأخلاق الحميدة الدين هو الكرم والجود هذه من أبنود الدين إذن الدين كيشكل في الهرام الإسلامي يكتر من 99% التديون لغير واحد في المائة الدين النبي أستاذ ماشي قال فيه ضمنوا لستة من ألف وسلم ما ضمن لكم من الجنة صدقوا إذا حددتم وأدوا إذا أتوا منتم وأوفوا إذا عهدتم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وحفظوا فروجكم هابون الدين هاد دين إذن العبادات تديون جزء من الدين ولذلك طبعا أنه لا دين بدون تديون ولا تديون بدون دين لكن ما يكونش غير الدين تديون ونقوله فلان كذا كذا حيث الله تبارك وتعالى إذا سلم قلب عبد المؤمن إذا كان القلب ساليم رأى من السهولة بشي سجد لسيد ربي وقد قد ترى الذي تراه أو ترى أعماله من أهل النار لكنه من أهل الجنة فيما يبدو للناس يقول إن أحدكم ليعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخولها بمعنى أن يعملوا بعمل النار فيما يبدو للناس لكن يقدر الداخل ليلو يكون طيب قبل ما يموت كي يختم عليه الله بالخير فينعكس الباطن على الظاهر فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلها وقد يكون هو في حياته عنده عمل أهل الجنة من الصدقات من الخير ويسعى في الخيرات ويحب الخير للناس فهذا ما كيختمش عليه الله إلا بالخير وقد يكون المرء عمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن قلبه فيه الحقد والحسد والبغضاء فقبل وفاته ينعكس الباطل على الظاهر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها إذن فمعمران حكموا عن الناس قال لي جاء البيت الله مرحبا بي حيث جاء البيت الله مجاش البيت أنا شوف أنت إلي جاء عندك غرشي واحد قام عادي معاك وجاء البيت الله وجاء عندك البيت دار وطلب منك سامحك تسمح لي ويقول له صافي وبحل ما كان ولو فما بالك إذا كان قد قصد بيت الخالق فحق على المزور أن يكرم زائرة فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيته في الحديث القدسي فحق على المزور أن يكرم زائرة إذن رمضان هو شهر المغفرة وشهر التوبة وفيه نزل القرآن الكريم ومن فضل هذا الشهر أن الله تلأنزل فيه خير الكتب وهو القرآن مع خير الملائكة جبريل على خير الأنبياء محمد في خير ليلة هي خير ليلة القدر على خير أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة السلم والسلام كنتم خير أمة وخرجت للناس إذن فعلينا أن نرحب بمن جاء في هذا الشهر ونفرح لكثلة المصلين من اللي يصليوا في المساجد منهم اللي ما عمروا صلى الله وجاء نفرحوا به ونقول لي الحمد الله تبرك وتعالى وأبغاك ونلقاهم بالبشاشة وبالفرح وبالرحب والسعادة والسعادة ومن جيوش نقول لي أنت تغير تصلي دابا وما توقعش تصلي نحن نعلم الغيب فكل رمضان يخلل لنا واحد المجموعة مزيان يجيوا الآلاف ويخلل لنا منهم كل آلف يخلل لنا منهم مزيان وغادي ونطلبوا الله تعالى للناس أخرين هذا هو الذي نبغي لإنساني أن يقوم به ونكتره في هذا الشهر المبارك من إطعام الطعام وإفشاء السلام وهذا اللي خصنا نديره إطعام الطعام النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعام الطعام نكتره من الصدقات ونتعاون مع المحتاج فتعلمون أن الخليل إبراهيم لما بنى الكعبة وصلى في كل ركن ألف ركعة ثم قال يا ربي لقد فرغت من بناء بيتك وصليت في كل ركن منه ألف ركعة فقال الله له حسنا فعلت يا إبراهيم ولكن لقمة في بطن جائع خير من كل ذلك إذن هذا الناس نقربهم بشي حاجة نقربهم بإطعام طعام بالكلمة الطيبة نحاولوا نقرب لأن منهج أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو السلم والسلام والخير والبركة والبشاشة والقلب الطيب والصدر الواسع هذا شيء مش خصنا نقرب والناس ما ننفروهم هذا وصلى الله وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه